بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي في هذا الدرس رح نتكلم عن بعنوان أطفؤ مصابيحكم ليلا ولكن تؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن أبقاء المصابيح أثناء النوم يؤثر على العمليات الحيوية داخل دماغ الإنسان ويتسبب في الضربات تؤدي إلى السمنة ولذلك ينصح العلماء بإطفاء المصابيح ليلا للمحافظة على سلامة الجسم والدماغ صراحة ما نقول سبحان الله النصيحة التي توصل إليها العلماء في القرن الحادي والعشرين أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا نمتم فاطفؤوا سراجكم هذا الحديث من السلسلة الصحيحة والسراج هو المصطاح والسؤال ألا يشهد هذا الحديث بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر